الرواية لا بأس بالإشارة إليها إجمالاً ثم الدخول فيما يرد عليها الرواية يقول وأخبرني جماعة قال سألت محمد بن عثمان أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليه فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا فألم أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل بن نوح وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام وأما الفقاع فشربه حرم وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهر سلام الله عليهم يعني قل لا تمنوا علينا أنكم تدفعون إلينا ماذا ها حقوقكم وأموالكم لا بل نحن نمن عليكم أننا نقبل منكم هذه الأموال وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتان الله خير مما آتاكم شوفوا هذه التعابير أعزائي متعابير ما لأنه واحد يستطيع إلا أن يكون ذلك الوضع واقعا من أكاذر العلماء من أنه وإلا إنسان عادي يستطيع أن يضع مثل هذه الألفاظ وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل كذب الوقات هذه التفتوا إلى هذه الجملة ما رد ندخل في البحث وإلا نخرج عن بحثنا الأصلي مو كذب الوقاتون يعني قالوا يوم الجمعة سنة ألفين وهدعش كذا لا عندما يقول الآن منعيش عصر الظهور هذا ماذا أيضا كذب هؤلاء الوقاتون التوقيت هذا بعد هو التوقيت اللي منخو ما قال كذب الوقاتون بالسنة حتى أنه نحملها على ماذا على أنه من عين السنة أو من عين ذلاث سنوات فهو ماذا فهو كذب كل من عين توقيتا هزا أن يكون سنة أن يكون شهر أن يكون عصر أن يكون يوم نحن نعيش أسمع بعضهم يقول لا لا نقول نحن نعيش عصر الظهور نحن نعيش أيام الظهور بعد أنا ما أتصور لماذا لا يشمله هذا الحديث طبعا أعزائي التفتوا إلى هالنكتة من أقول كذب الوقاتون مؤرد أقول بأنه متأخر أنا لو قلت متأخر أيضا مشمول جنو لكذب الوقاتون لأنه من يقول متقدم مشمول ومن يقول جنو لا الآن الظروف مو مساعدة هذا أيضا ماذا هذا أيضا مشمول لا لأنها الأمور بيد الله وبتعبير النصوص الصحيحة الوارد من الفريقين يصلح الله أمره في ليلة نعم هذه من الأمور التي أنا من الناس اللي معتقد هزا الأعزة إذا أرادوا دليلها في محلها أبين للأعزة أنا من الأمور التي مع أني معتقد أنه ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة يعلمه أئمة أهل البيت ولكن هذه من الأمور التي ليس لهم علم جزمي بها بل لهم علم يعني الإمام الحجة علم ولكن وضع فيه البداء الإلهي قد يعلم الإمام سلام الله عليه ولكنه يستطيع أن يجزم أو لا يستطيع لا لأنه أنا عندي التعبير البداء هناك علم اختص به الله من المستأثرات الإلهية وظهوره من المستأثرات ماذا الإلهية وأما قول من زعم أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقتل فكفر وتكذيب وظلال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله احفظوا لهذا النص إن شاء الله سنرجع عليه قليلا انظروا إلى النص النص السائل هو من من إسحاق بن يعقوب لو كانت المسائل مختصة بإسحاق بن يعقوب لقال له فارجع في فارجعوا فيها لو فارجع فيها ولكن الإمام ماذا يقول يقول فارجعوا إذا دا يعطي ضابطة لإسحاق بن يعقوب لو ضابطة للشيعة ها التفتوا جيدا هذه نقطة احفظوها سيأتي بحثوها وأما محمد بن علي بن مهزيار فعلي بن مهزيار تعلمون من الأجل لا فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكه يظهر أنه كان ماذا وقع في نفسه حيصة إلى آخر وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طهر طاب وطهر وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون هذا اللي أشرت إليه فيما سبق بأن الأئمة سلام الله عليه القضية عندما كانت ترتبط بالمذهب ماذا ها يدخلون ويبينون من من تجالسون ومن لا تجالسون ومن هو ثقة ومن ليس بثقة فلا تجالس أهل مقالتهم وإني منهم بريء وآبائي منهم براء وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكلوا النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث من هنا حاول البعض إن شاء الله تعالى سيأتي حاول البعض أن يقول ماذا أن هذه الرواية تعارض توقيعات أخرى صدرت بأخذ ماذا بأخذ الخمس هذا التوقيع ولذا هذا يدخل في التوقيعات المتعارضة مو فقط الروايات الأخرى لا هناك توقيعات وجوابه في جملة واحد وتفصيله سيأتي إن شاء الله سنقف عند هذه الرواية الجواب أن الإمام دا يحلل في العصر الغيبة هذيك اللي كان في عصر ماذا في عصر أخذه في عصره وحضوره عليه أفضل يعني في حصر ظهوره الظهور المطلقة والظهور النسبي لأنه يقول إلى وقت ظهور أمرنا وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكين هذول اللي يبعثونا وبعث قالوا ما ندري وهذا النجد يصير وفلان والإمام واندي والدين وإل من يعطيهن هذول همات أنا أرجعها عليه وأما علت ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا تعالوا ثقفوا الناس بهاي الثقة انت اقبل هذه الحقيقة أن الله اقتضت حكمته ماذا؟ أن يغيب إنه لم يكن أحد من آبائي يذكر قضية البيعة وأنه لا بد أن لا تكون هناك بيعة في عنقه وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتكم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج اللهم عجل فرج ولينا فإن ذلك فرجكم واقعا أول وقصوصا لا عز لها السنة إن شاء الله موفقين للذهاب إلى تلك الديار المقدسة واقعا أول دعاء لا بد أن يكون هذا الدعاء في كل موطن في كل موطن طبعا مو فقط هناك في كل موطن فليكون أول دعاء لكم ماذا هو تعجيل الفرج وأكثروا مو فقط أدعو وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من نتبع الهدى جي بشكل موطن شكرا لكم شكرا لكم وإنهم شكرا لكم شكرا لكم